موسيقى كنرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة أخرى من برنامج مسيرة المؤمن وكنرحب أيضا بالأخ يوسف والأخ داود اللي غادي نشاركه معنا في هذه الحلقة موضوع حلقة اليوم غادي يدور على المؤمن المسيحي وموقفه من الدولة أخ يوسف أخ داود مرحبا بكم شكرا أهلا وسهلا أخ داود كيف ما سمعت بأن موضوع حلقتنا اليوم هو على الدولة صح وش ممكن تقول لنا مثلا قوله الدولة أشهر نعنيه يعني الدولة هي البلاد الوطن الأمة عندها مؤسسات قانونية عدالة عندها عملة عندها راية عندها نشيد وطني عندها قوانين حقوق تنطبق على الجميع هذه الدولة تقدرت تكون متكونة من عدة قبائل بحل بلادنا مثلا المحبوب المغرب متكون من عدة قبائل من الشمال للجنوب من الشرق للغرب نقدر نقول من طنجة القويرة من وجدة ضربدة وعندنا لغة أو لغات العربية الأمازيغية الشلحة واللغات أجنبية يعني هذه هي الدولة أمة بلاد عندها قانون عندها قوانين عندها حقوق عندها عدالة عندها بلادنا عندها الملك خرين عندهم رؤساء إلى آخره كل دولة هي عندها المؤسسات والنظام ديالها وإحنا كمسيحيين أشنو الدولة بالنسبة لنا؟ إحنا كمسيحيين الدولة بالنسبة لنا هي الوطن اللي نعيش فيه يعني بغيتغن أن نوضح كنين بعض اللي كيفكر أنه لما كيجي للمسيح بحل رابدل الجنسية لا الجنسية ديالك بلادك كيبقى هو بلادك وطنك كيبقى هو وطنك المؤمن ما كيبديلش الوطن دياله لما كيبلي مسيحي بل بالعكس عد كيبلي عنده شعور يعني حس رهيف بالنسبة لبلد دياله بالنسبة لإحترام القوانين بالنسبة لأنه يحترم السلطات لأنه الكتاب مقدس كيوصينا أنا نحترم السلطات وأننا نصليهم من أجلهم لأنهم من ترتيب الله عد كيبلينا بأنه عندنا دور داخل المجتمع ديالنا ما شي دور باش نوصلوا أننا ناخدوا مناصب أو أننا ندخلوا في السياسة ولكن أننا نكونوا إيجابيين يعني إيجابيين بمعنى ندافعوا على حقوق الناس ندافعوا على يعني الواجبات أيضا نكونوا ملتزمين بالواجبات كما يقول كما قال المسيح أعطوا مال الله لله ومال لقيصر لقيصر فبع معناه أن هناك واجبات لازم نقدمهم للدولة كمؤمنين ومواطنين وهناك حقوق اللي أصل الدولة لازم تعطيهم للمؤمن للمواطن للمواطن كأي واحد من المباقي المواطني ودبال أخ داود احنا عرفنا كيف هي الدولة بالنسبة لنا ولكن كيف نحنا بالنسبة للدولة اللي احنا تنتمو لها احنا مواطنين بحل بحل الأخرين عندنا حقوق الآن ربما هذا السؤال شوية حساس شوية وعر لأنه يتوقف على البلاد كانين شي بلدان للأسف اللي يعتبروا المسيحيين ككفار أو نعم ككفار ناكر الدين إلى آخره أو يعندوا سلطات أو يعندوا الشعب فهم ضد الشعب ضد القانون لا كل هذا ما هوش فينا هذه نظرتهم هما احنا كما قال الأخ يوسف وكما احنا نثيق به لما قبلنا المسيح تمك محبتنا لوطننا ذات كبر لأننا شفنا بأن هذا الوطن الله وضعه فينا وإحنا الله بغانا نتولد في هذا الوطن فاحنا كنبغي هذا الوطن دينا بالرغم أنه كي يعتبر المسيحيين شي حاجة غير قانونية أو ضد القانون لا احنا ماشي ضد القانون ما نعمل لا سياسة ولا نهيج الشبان ولا الناس ولا نهين العقائد الدينية أو السياسية أو الفكرية لا الله نعمل لنا بخلاصه بمعرفته بيسوع المسيح فما نقدرش ننكر هذا الحقيقة احنا ما زلنا مغاربة مفتخرين به ونحب بلادنا نحب أخوتنا المغاربة ومحبتنا كتبان في تبشيرنا لهم برسالة الله اللي هي رسالة المحبة هذا ما يعنيش أننا كنقولهم نوضو ضد الوليدين ضد الله حشا كنبشرهم بما هو حق هذا هو الحق الإنجيل هو الحق هي هو كلمة الله اللي عمرها ما تغيرت بل هي كتغير حياة الإنسان فكلمة الله ما يمكنش أن تنقض ونحب نقبلناها الله عيط لنا دخل في حياتنا ماشي باش نكره الناس ونحقرهم ولا شي حاجة لا لكن باش نحترمهم ونخدمهم الآن بإخلاص بوفاء ونقدر نقول بأن الروح اللي يعطاهنا الله هو أفضل روح نجبروها في المجتمع لأنه روح من الرب إنه الروح القدس أخي يوسف سمعتك قبيلا قلت بأن نحن خاصة نتعامل بكيف ما قلنا المسيح ما لله لله وما للقيصر للقيصر كيف فاش نحن كمؤمنين ممكن تطبقوا هاتش في حياتنا المسيح قال هذا الكلام لما جاءوا جربوا قالوا واش يجوز أن نعطيه الجيزية القيصر أو لا ذاك الوقت كانت أرض في فلسطين تحت الاحتلال الروماني والمسيح وكان الاحتلال يفرض على اليهود على الشعب ديال المنطقة أنهم يدفعوا جيزية مقابل خدمات التي تقدمها السلطات لهم الحماية المحاكمات العادلة ما إلى ذلك من الخدمات فمقابل هذه الخدمات يدفعوا جيزية فكانت هذه الجيزية بحلة ظالمة في كثير من الأحيان وكثير من الأسال لا يدفعوا ويضطروا أنهم يبيعوا لا ندخل في التفاصيل لأنه ليس هذا هو الموضوع ديالنا فجاو سولو قالوا واش يجوز نعطيه الجيزية للقيسر أو لا فهو قال لهم شد الدينار وقال لهم لمن هات الصورة والكتابة فقالوا للقيسر فقال لهم إذا عطيه للقيسر دكشي ديالقيسر وعطيه لله دكشي لله بمعنى دفعوا الدرائب اللي عليكم دفعوا الأمور اللي عليكم هو أيضا كان ملتازم أنه يدفع الدرائب جاء مرة بشي طلبوه بالضريبة فمن بعد صافت بطرس وقال له خرج حوتاو من أتحل لها تلقى إستار فدفع الدريبة عليك وعليه فالمسيح أعطينا مثال دي المواطنة والمثال دي المواطنة هو أنه الحقوق اللي علي المواطن لازم يدفعها للدولة والأمور اللي الدولة لازم تعطيهم للمواطن أيضا لازم يأخذهم كذلك لأنه حق من حقوقه أنا كانت تكلم بصفة عام إجمالا يعني للأسف في المجتمعات العربية بصفة عامة للمواطن يعطي للدولة الحق ديالها ولا الدولة تعطي للمواطن حقوقه لكن إجمالا المواطن اللي هو مؤمن بالمسيح لازم يكون آمين في هذه النقطة ويعطي للدولة حقها سواء الدولة أعطته حقوقه أو لم تعطيه فلازم هو على الأقل يأدي الواجب اللي عليه ويشكر الله وإذا كان تظلم أو شي حاجة يطلب من الله الله هو اللي يجازي الله هو اللي يعوض الله هو اللي يجبر كل درار اللي نحن ممكن تعرضوا له كمؤمنين بالمسيح تصريح المسيح كذلك هو بشي علمنا أن ما يخص يكون خلطة تخليط بين الإيمان بالله والسياسة ما نخلطش في بلدنا العربية كين هذا ما كين فرق بين دين والدولة والسياسة والتقاليد لآخره والحضارة كل شي حاجة وحدة المسيح نكيبينا بأن اللي هو لله نعطوه لله أي العبادة الخدمة الاحترام الخضوع الطاعة المحبة والشي للدولة نعطيه للدولة هو ضرائب هو خدمة الدولة البحث على كل ما هو طاهر يعني هذا هو هذه حالة المؤمن المسيحي ما يتعاملش مع الغيش أو الفساد أو الرشوة أو الوجهيات كل هذا نحاربها المسيح كذلك أطلب مننا أننا نخضعوا الحكام ونصلوا من أجلهم يعني كيف ممكن الواحد يخضع كيف يخص يكون هذا الخضوع والمسيح أعطى أوامر أسمى وصايا حين قال أحب أعداءكم باركوا لاعنيكم أحسنوا معاملة الذين يبغضونكم ويضهدونكم يعني المسيح ما جاش كما قلت مرة ما جاش باش يوضع دين على الأرض المسيح هو الحياة ما كيجعلش الفرق الإنسان هو اللي كيجعل الفرق المسيح هو حب الناس اللي جا اللي عنده يخلص ينال حياة جديدة وأبدية كيفاش الآن إحنا يخصنا نتعامل مع الدولة ولو كينين أمور واهمة ما خصناش إحنا نغلط فيها ونقبلها لأنها من الدولة كينين أمور كثيرة اللي ما خصناش نقبلها فنصلي إلى الله لما المسيح يقول صلوا كذلك فنصلي من أجل السلام في البلاد نصلي من أجل ازدهار الاقتصاد نصلي من أجل الشيطات طروة الفلاحة لأن الفلاحة محتاجين كذلك إلما نتجونا الخضار ماش غادي ناكل هماش غادي نربحه ونحن نعنا ناكله إذن احنا نصلي من أجل البلاد باش يكون السلام تكون الحرية تكون الازدهار يكون الفرح ويكون العمل يعني الله هو يحب كل بلاد يحب كل شعوب والكتاب المقدس يفرحنا حين يقول بأن قدام الله في حضرة يسوع المسيح غادي يكون مؤمنين من كل دولة من كل شعب من كل أمة من كل قبيلة من كل لسان فإحنا نصلي إلى الله باش ناس كثار يسمعوا لصوت المسيح صوت الرجاء صوت المحبة صوت الخلاص تعالوا إلي تنالوا الحياة اللي عشان يجي شرب أمين أتسمحي خلوا أعزائنا المشاهدين مع فاصل قصير ونعود بعد الفاصل موسيقى 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 نعود مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع برنامج مسينا المؤمن مع ديوفنا الكرام الأخ يوسف قبل كنت ترحت سؤال على الأخ داود قلت له المسيح وصنا باش نصلوا من أجل الحكام باش نصلوا من أجلهم ونخطعوا لهم لكن بعض المؤمنين للأسف أننا تلقى نفسه هاد الناس اللي تصل من أجلهم وخاض عليهم تضيقوه تخلوش يعيش حياته الإيمانية فاشنو يعمل المسيح لما عيت علينا أننا نأمنوا به هو كان واضح معنا كان في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم كان واضح بأنه يعني نتعرضوا للمشاكيل نتعرضوا للإضطهادات نتعرضوا للمضايقات هو قال غادي يجي وقت أن الناس اللي غادي سلموكم المحاكمة حتى أنهم يصلوا أنهم يقتلوكم وهم كيدنوا عند ريوسهم أنهم يقدموا خدمة للله فمن هذه الناحية المسيح لم يكن واضح معنا فأحنا كمؤمنين كان توقعوا للإضطهاد من جميع الناس بالنسبة للمؤمن اللي هو يتعرض المضايقات من السلطة نعطيه تشبيه مثلا لما هو آمن في وصل عائلة دياله باهو أمو أخوته أكيد ما كانوش فرحانين طبعا أكيد ضيقوه أكيد طهدوه واش الاضطهاد ديالهم والمضايقات ديالهم جعلاته أنه يغير من المحبة دياله ليهم أو أنه ما يبقى يسول فيهم أو أنه يتجاهلهم أو يتنكر ليهم إلا بالعكس المحبة دياله بقى تابتة بقى يصلي من أجله بقى تابت ومستمر في علاقته معهم فكذلك بالنسبة للدولة والسلطات ما يخليش المضايقات أو الاضطهادات تغلبه لكن يغلب هذه الاضطهادات وهذه المضايقات بأنه يبقى مستمر مواضب وثابت في أنه يصلي من أجل الحكام من أجل كل الذين في منصب من أجل أن الله يفتح لهم عينيهم حتى هما باش يشوفوا ويعرفوا الحق لكن أيضا باش الله يعطيهم حكمة لأنه قيادة شعب ماشي سهل ماشي أمر سهل قيادة أمة قيادة بلد ماشي أمر سهل فكيحتاج بزاف ديال الحكمة وبزاف ديال السبر وبزاف ديال المشورة المزيانة لك شعرش كان نصليهم من أجل الذين هم في منصب باش يعطيهم مشورة مزيانة اللي تقود البلاد لما فيه الخير لأن كل خير كي يجيع البلاد كي يستفدوا منه كل المواطنين بما فيهم المؤمنين بالمسيح كجزء من هاد الوطن فلهذا يستمر في الصلاة من ناحية من أجل الحكمة من أجل السلام يعم في البلاد ومن ناحية ثانية أنه الله يتلامس مع قلوب هؤلاء الناس هؤلاء الملوك والناس اللي في المنصب باش حتى هما يعرفوا الحق حتى هما يسلموا حياتهم للمسيح وياخدوا ويختبروا الفرح والسلام اللي احنا اختبرناه بالإيمان بالمسيح هذه نرجع مرة أخرى اللي ما ليقيسر ليقيسر يعني خطنا ندفع الدرائب علاش وإحنا مؤمنين يعني كين بعد مؤمنين يقولك علاش نخطنا ندفع الدريبة للبلاد اللي أنا فيها لأن هذا قانون نعيش في بلاد البلاد خصها هي بحل محرك خصها تزيد باش تخدم عندي سيارة باش نمشي في الطريق شكون غادي يصنع هذه الطريق لبلاد المدرسة عندي الدرائر يخصهم يمشيوا المدرسة شكون غادي يسرح لهم يبني لهم المدرسة إلى آخره فالدرائب هي صندوق فيه الدريبة يعني مبلغ وضعاته الدولة القانون يؤخذ من أجار لفائدة البلاد الشعب فإحنا كمواطنين خاصنا نخلص الشيء اللي واجب علينا ما نغش ولا ندس ولا نزور الوراق ولا نغير حرف واحد اللي مكتوب جاء من دريبة قانون ندفع قانون لأن هذا هو أمر المسيح أعطوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر عبادتنا محبتنا هي للله للمسيح يسوع وفرحنا هو أننا نعيش في بلاد ولو هما يضهدون أحنا كمسيحيين مثلا أحنا نصلي من أجلهم أحنا هذا الشيء ما نستغرب منه لأن الكتاب يقول أيها الإخوة لا تستغربوا نار للضهاد المشتعل بينكم فالمسيح رح وصانا من قبل يعني رح وصانا مثل أم وجدت ولدها باش يمشي للمدرسة وقالت له هاوش غادي يوقع لك في الطريق فما تخافش سير المدرسة يعني رح وصانا غادي يحدث لكم الضهاد من أجلي فهذا الضهاد للحكام والأهل والسلطات في كل بلاد يشعلوه ضد المؤمنين بالمسيح فهم كيعملوا هذا ضد المسيح نفسه لأن الضهاد هو ضد المؤمنين بسبب المسيح بسبب إيمانهم بالمسيح لأن المسيح كيقال بأنهم غادي يعملوا هذا الشي من أجلي من أجلي أنا لأن إسمي هو راح فيكم فخاصهم يردوا بالهم لأن حسابهم غادي يكون عظيم وكبير وإحنا كنا وغادي يكونوا واقفين تمك شهود فالشفاقة دينا هي الآن رحمة الله الآن هي لهم بإسم يسوع المسيح أنهم يشوفوا بأن في الدولة في البلاد ما خلص تكون وجهيات لأن اللي يفسد البلاد هو هادئ بالضبط للوجهيات الرشوة الغيش في الضريبة أو الخداعة كل هادي نحن نتجنبها فما خص ما خص يكون هذا الفرق في البلاد بين الناس خص تكون مساوى يحترام هذا بغي يآمن بشي علش نجبر عليه ونبز عليه ونفرض عليه أنه يآمن مثل عمة الشعب هو حر الله خلقنا أحرار كل شخص مولود حر فعنده حرية الاختيار عقيدة الدينية عقيدة الفكرية عقيدة السياسية وعنده الحق بشي يجتمع وما عندوش الحق يدير الفوضى خاص القانون ينتبق على الجميع بلا فرق أذكر الأخ داود الأخ يوسف شي حمل حاجة خاص المؤمنين ديها يدفع الدريبة ما يغش وغير ذلك وش عندك شي حاجة نزيده هالمؤمنين يعني كواجب واجب ليه نحو الدولة دياله الواجب على المؤمن احترام البلد احترام القوانين أنه يكون مواطن ميتالي يشارك في كل الأمور وواجبات اللي كتطلبها الدولة بدون يعني أي تحفظ يمكن الحاجة اللي بغيت اللي نحب نوجه ما شغل المؤمنين لكن كل الناس أنا كعرف في البرنامج ممكن يكون كي يشوفوه شخص غير مؤمن فأنا نقول بأنه الدولة هي شيء جامد العبادة هي من ناس اللي كيعيشوا يعني الدولة لا تقدم عبادة لله الناس هم الذين يقدمون عبادة لله لذلك كيكون واحد المثل كيقول الدين لله والوطن للجميع فاحنا كمواطنين كنعيش في وطن واحد كل واحد ممكن يكون عنده معتقدات عن الإله وكي آمن بطريقة معينة واخرى فما نخليوش أنه الإيمان ديالنا يتسبب في حرمان ناس آخرين من حقوقهم والمواطنة بل بالعكس نجعلوا من الإيمان ديالنا فرصة باش كل واحد ياخد الحق دياله النداء آخر وهو أنه حناية غير مديزين في هذه الحياة يعني وقتنا سيسالي لكن ما سيبقى هو العلاقة الإنسان مع الله واش هذا إنسان اكتشف حقيقة نفسه واش عرف أنه خاطئ أنه محتاج للإصلاح الداخلي دائما نحن نترقب في البلاد إصلاح البلاد إصلاح الدولة إصلاح المؤسسات إصلاح 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 والله نفسه قال في الكتاب المقدس أنه ليس من يعمل صلاح ليس ولا واحد يعني ما كان صلاح في الإنسان فإذا فقد الشيء لا يعطيه فلازم الإنسان يفكر كيف يلقى الصلاح وإذا جاء عند الله يلقى عنده الصلاح والله يصلح حياته وعمل هذا عن طريق المسيح الذي يفدأنا وقدم العقاب الذي يتصننا لكي يكون عندنا الوسيلة لكي نأخذه الصلاح وإعطانا الصلاح وإعطانا القداسة لكي بيها نقدر نتقرب من الله وتكون عندنا علاقة هذه العلاقة التي لا تنتهي في نهاية الحياة في نهاية التواجد في هذا العالم لكن ستستمر إلى الآبد الأخ داود أريدك بحالة رسالة توجهها للمؤمنين لكي يعرفوا ما هو دورهم في المجتمع يعني يعرفوا بأن نرى مهم يعني التواجد في هذا المجتمع وليسي غير هكاك ولكن عندهم دور ودور عندهم دور بالطبع دور عظيم يعني ما خصهم شي طلبوا آش يخص المجتمع يعمل لهم لكن خصهم يشوفوا آش هما يقدروا يعملوا لفائدة المجتمع ولخير المجتمع يعني افرحوا في كل شي يقول لنا الوحي احنا احنا في بلادنا ما عجبناش الحال نشوف كيفاش نغير خصنا ما نهربش ما نديرش سياسة نعمة تشوف الخطار تغطي راسها في الرملة فنصلي من أجل الإخوة المؤمنين اللي هم يعانوا من هاد المشكل مثلا نساعد المؤمنين أنهم يتشجعوا أولا ولد أو بنت أخ أو أخت اللي يفوتوا في هاد العناد مع عائلتهم بسبب إيمانهم في المسيح نكون معهم نشجحهم باش ما يفشلوش اللي في الحاجة نشوف كيف نساعدوا يعني خصنا نكونوا دائما ناشطين في كل عمل صالح في كل عمل فيه الخير الصلاة دائما خصها تكون صلوا في كل حين يقول لنا الكتاب صلوا في كل حين صلوا من أجل الحكام من أجل السلطات احنا نصلي ونخدم ونبعد علينا أسلوب العالم اللي كان فينا قبل ما عرفنا المسيح واللي كان شاهدوه حولنا واللي باقي آثاره فينا هذا خصنا دائما المسيحي دائما دائما كيتحمم دائما هو في حمام حمام الروح القدس كلمة الله الحية اللي تغسله فخصنا نستعد ونكونوا دائما أمام المسيح بهذا الروح عندي عندي وحد سؤال باش نختم هات الحلقة لانا موقع عمنا الوقت بزاف ووجد مهم توصلنا به من الإخوة اللي هما عندهم في البلاد ديالهم مشاكل الوسيطة الله تقول لا تقتل ولكن هما إما في تجنيد إما تهجمع لهم الناس في ديورهم فأش نخصم يديروا هنا المسألة شوية معقضة يعني باختصار غد نحاول على حسب كين اللي كي يقول بأنه تجنيد مزيان لأنه كأنه دفاع عن الوطن دفاع والدفاع عن الوطن هو دفاع عن النفس وكين الناس اللي كيقولوا اللي تجنيد ممزيانش لأنه غد يتمشي وتقتل والقتل محرم فأنا ما نقدرش نقول شكول اللي عنده الصح لكن فقط بالنسبة للشخص اللي كيقبل التجنيد ما يحكمش على الآخر اللي ما يقبلش التجنيد هذا هو الأساس تانيا التجنيد ما فيش فقط حامل السلاح كين مرافق في الجند اللي ما فيهاش رفع السلاح مثلا الخدمات الاجتماعية دي الجند المؤسسة العسكرية أو مثلا الطب كيمشي كيرافق الجند باش يداويهم كين بزاف المرافق اللي ما فيهمش حامل السلاح اللي ممكن الواحد يعمل تجنيد وطبعا نقول خلي صلي لله وخلي هو يرشدك كشنو الدين تنشكر أخ داود الأخ يوسف وتنشكر أعزان المشاهدين على حسن المتابعة والمعدد جدد في الحلقة المقبلة فإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر